بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة لأشرف المرسالين إن شاء الله دائما تلغاكم فيديوهاتي بالصحة والسلامة والسعادة وتحقيق الأمان للجميع يعوني الله حابايا بقلبي نشتغلكم دائما ونحب نقدم لكم الوصفات اليوم جبت لكم حابايا بقلبي وصفة تشارك بالدجاج احنا تعودنا تشاركة والهليلات نديرهم غيب العجين وباللوز اليوم جبتهم لكم لحم الدجاج وصفة طوب رائعة حلوة سهلة وبسيطة وفي مدانا واللجاعة راكم تشوفوا في الصور الأولى حابايا بقلبي درتها يعني مع لوبيا ماشتو انتو ما تحبوا تدرها يعني مع المركب الحموس أو يعني أي حاجة انتو ما يعني جات في راسكم سوس بيضاء يعني بالشامبينيون يعني جي معه يوالم كل أطباق المهم حابايا بقلبي كما راكم تشوفوا لهنا يا هاما هنا حابايا بقلبي يعني جات طوب وسهل بسيط وروعة شكل يعني روعة تقولي صحرك يديره تشارك بالعجينة تعاللوز ورا كي تاكلي فيه يعني طوب 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 شوفوا كي ما جاراني نوركم في الصور الأولى يعني طوب 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 وستنبدلوا تاني نغيرهم الشكل يعني مش يغسوا دور الدجاج نغلوهم أو يعني نديرهم كابب أو يعني نعمرهم بالفرماج ولا نشوهم نغيروا لهم الديكور نتاحهم يعني المكونات هي هي ونغيروا لهم الديكور نتاحهم هاي باش فكرة جاي تشارك بمعنى يعني تشارك يعني الهليلة تعصح تشارك الجزائري تشارك الجزائري في توب في توب الدجاج يعني الشاب جباب والله صدقوني جاي يعني قرمش وجاي من الداخل البنة ما نقولكم شو التوابل اللي فيه كانت أكلوه ما تشبعوش منه أكيد أكيد ما تشبعوش منه ودوق يعني وهمة كما نقوله إحنا همه وزين يعني وطبع يعني فوق الميدا فوق الطاولة يعني شباب كما يقولوا الإعراقيين يخبل يخبل صراحة هنا شوفوه هنا ثاني هنا بعد التحضيرات غادي نبدأ معكم إن شاء الله الوصفة الوصفة سهلة وسريعة وبصدر دجاج ديري أحلى تشارك بالدجاج أحلى وصفة يعني بصدر واحد يعني تقرجت لكل هذي الكمية هنا حاب يبقى لبي في هذا المرحلة هنا بعد ما تخلصوه يعني وتقوموا بالطريقة تبعوا الطريقة وتبعوا الفيديو للآخر إذا تفهموا كيفاش غادي يخرج لكم هكذا تشارك المهم حاب يبقى لبي هنا يتقدروا يعني يديروه في الكونجيلاتير وتحتفظوا به الوقت اللي تكون يعيانا ولا يجو عندك ديه في الجب ديه هو قليه المهم حاب يبقى بي نبدأ بسم الله على بركة الله عندها صدر دجاج هنا قطعته قطعتها قطعة صغيرة جبت يعني الأشفاغ انتاعي درت الروزماري ستقوني يعني الروزماري يعني وإكليل الجبل وحبة التوم والميرامية ستقوني هذا الخلطة للحم طب طب مفيدة وخاصة للنساء يعني مفيدة الميرامية لتنظيم الهرمونات الروزماري تاني كذلك تنظيم الهرمونات ويناقص حتى ملكرش التوم المهم درت التوابل هنا درت يعني زنجبيل الفلفل أسود الفلفل أفون الكركم الملح هنا رحيتو كي ما راكم تشوفو هنا في الرحاية بعد ما رحيتو هنا سرعتكم الفيديو باش مات هنا المهم حاب يبقى لبي هنا بعد ما درت هنا نغطلكم رحيتو درت فيه الكركب يعني الكركم زنجبيل الفلفل أسود التوم الميرامية وإكليل الجبل وحبة بصل وطحانة الكل هنا المهم هنا حاب تضيط قطعة وتشكلوها على شكل حربوش وتتلووه يعني هكا تدوروه مثل الهلال وترمدوه في الفارينة ومبعد في البيض ومبعد في الشابلوغ طريقة سهلة بسيطة يعني ما تكلفش هنا ديروا شوية زيت باش اللحم ما يلسقلكمش في يديكم وما يلسقلكم ما يلسقلكم يدودوا تسوو فيه يعني في الطاويلة العمل سامحوني على التصوير هنا كنت حابت تصوير المهم غادي هذه الطريقة الأولى هذه بدون حشو بالنسبة للطريقة الثانية تجيبوا يعني القطعة على اللحم يعني وتقدروا تحلوها بالحلال وتجيبوا أي طابع ولا كاس اللي عندكم وتطبعوا ضوائر وتطبعوا ضوائر لهنا يا وتديروا يعني البيض على الحواف حكذا ونديروا حشوة الجبن أو أي حشوة عندكم يعني الزيتون مع الجبن يعني ما حبيتيش تديري الحشوة يعني انتي هورة المهم هنا قدتكم أني ديرته دائري حبيب قلبي لهنا يا ورمتها في الدقيق يعني الدقيق الأبيض أو الفارينا وبعد في البيض والبقصومات يعني لا شابلوغ وأنا هنا ما كاش هذا مشي بقصومات هنا هنا عندي خلية من الغلوتين اضحنتها وضعتها انا دلت المايزينة ودلت البيض ودعفون الدقيق المهم يبقى هنا كما قلت لكم اذا لم يجب ان يساعدكم من العمل اضحوا البيض اضحوا الطبقة وضع الطبقة الضع اضحوا طبقة تصل على اللحم اضحوا الطبقة اضحوا الطبقة نبقى بالحلل هو المهم اضحوا الطبقة نعلم ان يساعدوا في حلال تستطيع التقليق طيب حمل 8 حمل مليح مليح باش ميتحللكمش الحشوة. اذا ما درتوش فيه الحشوة يعني ودرتو حربيش ودورتوه مثل الهلال يعني مي عادي بس حدر درتو فيه الحشوة لازم تكونوا حادرين ولازم تبلعوه يعني تتضغطو عليهم مليح 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 من الحواف هنايا هاكده تتضغطو مليح 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 وتحاولو يعني تساووه هلال وتعودو تاني تخلوه يعني في الدقيقة الابيض او النيشا اي المايزينا او الفارينا ومبعد يعني في البيت ومبعد فلاشا بلوغ اي البقص ومبعد تخلوه تحطوه على جانب. هנה جديد ورنى نور فيكم هدى الطريقة باش لديكم تشوفو كيف去 رنيني نضغط عليهم mليح الحبة رنينبقي معاه يخد منكم شوي وقت بس حياني النتيجة طوب ازي لا. حابا يبقى لبي ما تنسوك دائما الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس وبالتاج خليفو عن ناسكم وعند персонال يتحبوه واللي ما تبغوهش في القروب اعودين ألقيتو فيديو تاعي انشروا ربي اعطيكم على خير ان شا الله. واللي ماشي توصل Küche عارتي. ايدوا زابوني ويعاودي أبوني من جديد ويفعل الكل أو يعني يلغي الاشتراك ويعاودي اشتراك من جديد ويفعل الكل باش توصلها الاشعارات حابة يبقى به هنا بعد ما كملت كل الكمية خليتها تقريبا أنا خليتها تقريبا نصف ساعة في المجمد أو في التلاجة لأن هذه المرحلة مهمة جدا بعد ما تخلصوا تشارك يعني تشارك الدجاج وديروه مثل الهلال متل الهلال وتكملوا الكمية كامل تدخلوها يعني في التلاجة لمدة من 15 دقيقة حتى النصف ساعة باش كي تجو تقلوه يتقلالكم ما ينتحللكم شو يقعد طب هذي يعني هذي النصيحة المهمة يعني اللي باش يعني يزدق لكم فيها يزدق في الكل تشارك تعجاجاش هنا يا خليت زيت تعجوز الهند ره يسخن وهنا بعد ما طلعتوش يعني الصوت انتعا كانوا يعني بس أنا قليتوها ديروكم تشوفو هنا يتقلعاتكم بعد ما درتو ديك الخطوة على التلاجة لازم ييرتاح 15 دقيقة على الأقل باش يجيكم ممليح هنا باش كي تقلوه ما ينتحللكم شو يبقى مثل ما هو حابا يبقى لبينت منه ان شاء الله عجبتكم الوصفة وما كترتش عليكم الهضرة بزاف بساعة ما عليش نبغي نشرح لكم باش تفهموا المهم حبا يبقى لبي كنت خفيفة ضريفة عليكم وكان فيديوه يعني في متناجهة ان شاء الله يعني يعجبكم هاد الفيديو واتمنى لكم مشاهدة ممتعة والصحة والسلامة والعافية للجميع وإلى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله